فلماذا يعيد الله الظالمين إلى الحياة لينتقن منهم بأيدي البشر ألم يعد الله جهنم للظالمين فما بالنا مصرون على فكرة التشفي والسأر لأنفسنا دكتور أنا خاف أن أحجع شائسة وضجع الرجعة هو رجوع الحق لمحمد وقال محمد ليس الرجعة ارجعني القرآن يقول ارجعني كي أعمل صالحا قال له يهات يعني فهمت قصدي يعني يجيب الحسين يقتل يزيد يمو نار جهنم صمتة تباية صمت نار جهنم مثل القتل نار جهنم كل دقيقة بألف سنة مما تعدون من العذاب بالسيف ينذبح وما يعرف كل شي بعد يرجع حتى يذبح العسين والعسين ذات يزيد ما يذبحك فيه إن شاء الله هذول أهل الرحمة ولكن لازم يحطوا لها ركيزة لازم يحطوا لها شتاية ربع يدمرون بها الدين الرجعة هو رجوع الحق لمحمد وآل محمد من لا يؤمن بالرجعة ليس منا أهل البيت يعني رجوع الحق لمحمد وآل محمد اللي اختصبتوه قراراتكم هذه مو الله يرجع فرعون شه يرجع من فرعون هو كتل فرعون شاه هو كتله ويرجعه خوش هو كتل النمرود ويرجعه هو كتل يزيد ويرجعه 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 كتل وانطعال يعني شكيه عليا من يرجعه عليا من يرجعه عليا من يرجعه شنو الدائم واكو قيامه خوش اكو اكو قرار هنا احدنا بالقرآن يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون مو اي قرآن يا صريحة لو كانوا ذول يدرون وعذاب القبر وعذاب افتيقة ومنكر ونكير واذا جاك الملكان ليش الملكان شغيرون بعد هاي العديلة تشذب وضحك على الناس شغيرون وشو يرجع بعد لو ما يرجع والله انا مؤمن بالولاية وحطانا بالقبر صرر ضد الولاية هاي حاجة هو زلاطة